السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا من السلام عليكم. معكم احمد علي وحلقة جديدة وعالم اصرات تقنية. اتمنى تكونوا بخير وبصحة بوضع الحال ده يا رب. النهاردة فيديو مهم لي وللناس اللي منتظر المشروع عشان خاطر تعويض الخسارة من التداول وما الى ذلك. طبعا الفترة اللي فاتت لما قلت ان انا بدرس كذا مشروع. الناس بتتكلمني على سيد احمد. انا عندي موقع عملات رقمية. انا عندي موقع تداول. انا عندي حد ممكن يدير محفظة. ونفس الاطار او نفس الكلام بيدور في فلك او في موضوع التداول ونفس الموضوع الاديم اللي اثبت فشله. وكل الناس والمحافظة اللي تعملت قبل كده طبعا انتوا قادروا يعني الحالة وصلت لايه? ان ما فيش حد فتح محفظة او عمل موقع ابو السمر كله افل الحمد لله. طيب. فكان الفكرة ان احنا دلوقتي عايزين نعمل مشروع. المشروع ده انا بقى لي فترة بدرس فيه. هنبتدي مع بعض. هنبتدي مع بعض انا عايز اعمل مشروع اللي هقول لك بقى رمال بيضة ولا هقول لك هاتلي خمسة يدفعه خمسمية وتاخد انت مش عارف كمه الكلام الفاضده كله. الهدف ان انا هبتدي خطوة خطوة. مشاريع على الارض ومشاريع ممكن الناس تخش بفلوس. بس انا مش عايز اخر من حد من لي. الا لما يكون فعلا المشروع وقف على رجله ونجح. واقول للناس ابتدوا اتفضلوا حضراتكم اشتركوا. كل واحد هيعمل مثلا اداء او هيعمل فلوس لنسبة من ربح على مشروع موجود فعلا. على مشروع شغال. على مشروع حضرتك شايفه بعينك. وكل بيانات ومتاحة بالنسبة لك مفيش اي مشكلة. فهي دي الفكرة اللي انا بدور عليها. طبعا الفكرة كانت انشاء موقع اختصر روابط. ايه الفكرة او ايه الهدف من كده? الفكرة ان الموقع بيبقى عليه اختصر روابط. لما حضرتك بتختصر الروابط عليه. بيحول الناس اللي هي المفروض عايزة اه الرابط بتاعك. على صفحة بتعد عدد من الثواني. بيبقى فيه اعلانات في الصفحة. بعد كده بيحولوا على اللينك بتاعه. طيب. هل الموضوع ده ينفع مشروع او ينفع مشروع. انا حطت السكريبت. عملت كل حاجة على احسابي. ما خدتش من حد بنليم. عشان خاطر ما يعني انا هدخل الناس. بدأ زي ما قلت على حاجة قائمة. مش هعلى حاجة بقى هقول لهم. تعالوا ايه? تعالوا في الهوى وودوا ونصبك وفلوسكم ممكن تخسر او ما تخسرش. الفكرة ان ده السكريبت شغال على اعلانات. السكريبت شغال في عربي وانجليزي. طبعا انا اللي همني بما ان اغلب الموجودين في القناة. يا اما عندهم مواقع او عندهم الناس اللي عندها ترافيك. طبعا بما ان انا بتحديث اللغة العربية فاللي هيبقى عنده موقع ممكن موقع اختصائية. يعني المواقع كلها الموجودة هتبقى مواقع المستهدفين بيها اللي هما الاخوة العرب. وده اللي انا عايزه. انا عايز ناس عربة. طيب. حامل بيوم الناس العرب. انا المفروض ان انا حاطت دراسة جدوى وعم كل حاجة. المفروض ان الناس هتخش. في هنا حاجة اسمها بابليشار ريت. البابليشار ريت دي فيها اسعار الزيارات. يعني. نبدأ ايا. وانا كنت عملت السفتة من كميون في المنتدى. الناس اللي عندها ترافيك عالي جدا. آآ بيبقى دايما الترافيك ده اللي بيبقى عالي بيبقى جاي من تلات مصادر. آآ تحمل ملفات آآ يعني افلام آآ بس آآ كورة. الحاجات دي كلها بتبقى عليها ترافيك عالي جدا. ولكن في نفس ذات الوقت بتبقى غير قبلة لانها تخش اعلانات ادسنس او انها تكسب من شركة جوجل ادسنس. فتتبقى بعد كده بابلور ادرس وفيه كام موقع تاني للاعنالات ممكن انك انت تكسب من خلالهم. طيب. انا اللي محتاجه ترافيك. هاي ترافيك ده. هاي زي ما انتم شايفين. انا اللي همني العرب. طبعا فيه ناس هتقول لي يا سيد احمد انت حاطت آآ سعار رخيصة جدا جدا. في البداية. هقول له ان انا فعلا في البداية. فانا اللي هدفع الكلام ده من جيبي. انا مفيش دخل دخلي عشان خاطر ان انا اقدر اعلي الرنج. ولكن. الفكرة. ركزوا معي عشان انا بشرح المشروع كامل عشان مجيش بعد كده. بانا بشرح المشروع حد دول انت المشروع كنت بتتكلم عن ايه. انا عامل الفيديو ده. شرح فيه كل حاجة بنزوالكم عشان تمفاهمين. كل شيء واضح. البداية ان انا اعمل اختصار روابط. حضرتك موجود معي على القناة. عندك مصدر ترافيك. هتاختصار المصدر ترافيك ده هتقوم انت تعمل الروابط عندك. بحيس انها لما تحمل ويتيجي عن طريقه. يعني هتخش عن الموقع عندي. هيبقى فيه ترافيك جاي من عندك لعندي. عن طريق اختصار الروابط. الترافيك ده حضرتك هتاخد عليه فلوس بناءا عن اسعار الموجودة دلوقتي. مبدعيا اقل عشرة سنت للدول العربية. وفي طبعا عشرين سنت للدول اللي هي الخليج. ففي دول اتناشر سنت في دول خمستاشر سنت. طيب. ليه الاسعار الدوليلة? لان احنا زي ما قلنا في بداية الموقع. انا لسه ما اجليش اي ربح ما اجليش اي حاجة. فلازم يبقى عندي اقدر ادفع في الترافيك ده الاول. هدفع من جيبي حتى يبتدي يخش ربح. فابتدي بعد كده ان انا ايه? اشارك الناس يعني ايه? طالما ده خلي ربح. هبتدي اعلي الريت. طيب يعني معنى كده يا استيز احمد ان الاسعار دي سبتة. لا مش سبتة. دي بدايتنا. هيبقى فيه بعد كده ارتفاع على طول. يعني ايه ارتفاع على طول? يعني كل شوية هيبقى فيه زيادة في الاسعار بناء على التحرك بتاع الاعلانات. طيب. نقطة نقطة. اللي بعد كده ايه? عندي اعمل آآ تلات وسائل الدفع. موني. آآ فودافون كاش. ويسكريل. حد ادنى عشرة دولار للدفع. عشان خاطر تطلب انك انت لسحف فلوسك. لازم تكون واصل رصيدك لعشرة دولار. الموضوع ده هيبقى سهل جدا جدا للناس اللي عندها ترافيك. عندها مواقع زي ما قلنا بس مباشر للمباراة او الكلام ده كله. مش هي مش عارف يعني عندها ترافيك عالي ولكن هي مش عارفها تستفيد منه. ده رقم واحد. رقم اتنين الناس اللي هي انا يا استيز احمد معنديش معارش اجيب ترافيك. بس عندي مسلا آآ قناة يوتيوب عندي بنزل ملفات او حاجة. آآ لو انت عندك ترافيك عالي برضو عن قناة اليوتيوب يعني في عندك بتحط لينك تحملات كتير الكلام ده كله. لما تختصر عن طريق الموقع بتاعي هيبقى ليك ربح. هل الربح بتاك مختصر على الكلام اللي احنا شايفينه ده? لا. ده في الموضوع دي نواة مشروع كبير زي ما قلنا هيبقى بداية لان انا بعد كده لما المشروع تبتدي العجلة تلف هيبتدي بعد كده اللي عايز يخش يستثمر بفلوس ويبقى ليه جزء من الارباح هيدفع فلوس يستثمر. الناس اللي هتبدأ معي ترافيك دلوقتي اللي هتقوم معي الموقع هيبقى ليه وضع خاص طبعا. ان الناس دي هي اللي هتبقى واقفة جنبي وهالي هتشغل الموقع. هيبقى عندها ترافيك عالي. الناس دي هيبقى ليهم وضع خاص. هم دول اللي بعد كده يعني لو ابتدت النهاردة معي على الاسهار دي بعد اسبوعين ثلاثة او بعد مسلا شهر ممكن ان احنا يبقى هو ليه سعر خاص ان يعليله السعر بتاع الترافيك. طالما عنده ترافيك مستمر هبتدي يعليله السعر. طيب الناس اللي هي لا عندها ترافيك ولا عندها قناة يوتيوب ولا عندها اي حاجة. طالما تقدر انك انت مسلا عندك كتاب هتسوى او عندك اي حاجة تستخدم الخدمة بتاعت اختصار الروابط بتاعتي هيبقى فيه جوائز مالية للحيسجل. يعني خضرتك فتحت النهاردة. سي من الناس خضرتك مثلا محمد. فتحت النهاردة حساب. اختصار الروابط عن طريقي. طبعا الاسعار انت مش قادر تجيب مثلا عشر تلاف او عشر الف عشان تبتد ايه? انك تعمل فلوس. فانت هتبقى مسلا جاب مية امتين تلتمية شخص مسلا زيارات بتاعتك. هيبقى فيه اختيار كل فترة مسلا شهر. هيبقى فيه مسلا واحد. الحساب بتاعه يبقى صغير. هياخد مسلا ايه? خمسة دولار عشر دولار. تحفيز يعني فيه كمان هيبقى فيه جوائز للناس حتى لو انت يعني ايه? انت لو فاتح حساب تاني اي حد هيفتح حساب واستخدم اختصار الروابط. هيبقى فيه جوائز كل الفترة على الناس اللي هي موجودة ومسجلة في الموقع. يعني مجرد تسجيلك وانك انت تبتدي تجيب ترافك للناس على قدك. عن طريق انك انت تشارك الروابط في فيسبوك في اي حتة. فحضرتك كده يعني مؤهل لانك انت تكسب مكافأة معنا. يبقى تاني الناس اللي عندها ترافك عالي جدا. دي هتبتدي معايا من دلوقت على الاسعار دي. وحنزود الاسعار فيما بعد. بناء على الاتفاق منهم. حتى الوسائل الدفع انا عندي تلت وسائل دفع. لو حد عنده ترافك عالي وعايز وسيلة دفع معينة ممكن ان احنا نتفق على وسيلة الدفع دي. اعملها له وتتخط وياخد الفلوس عن طريقها. انا ما عنديش اي مشكلة. يعني بصوا المشروع بتاعكم. كلنا شركة فيه. كلنا هنستفد بازن الله. الفكرة تاني ان انا عايز اوصل لحد معين. لحد ده اول ما هوصله. اللي هو مسلا مليون زيارة في الموقع. حاجي اقول يا اخوانا والله احنا كده تمام. احنا وصلنا مليون زيارة. ابتدوا اللي عايز يستثمر ان هو يحط جزء من الفلوس. يستثمرها. وليه ارباح بناء على الاعانات اللي شغلها. وهنحسب الحزبة مع بعض. ثانية واحدة. وهنحسب الحزبة مع بعض. ونقول الارباح هتبقى في الوقت ده كزا. عشرين في المية تلاتين في المية اربعين في المية شعريا. من رأس المال من الارباح اللي هتطلع. هنحسب الحساب بتاع كل حاجة واحدها. فتاني اللي هيسجل حساب هتخش على الموقع. هتكت اختار تسجيل حساب جديد. هتطلع لك تعمل اسم المسخدم بالدكتروني كلمة المرور. اعد كلمة المرور. ويبقى حضرتك سجلت. كده ما فيش اي مشاكل. هتدخل على اللوحة بتاعتك. عن طريق اللوحة بتاعتك. هتبتدي وده يبقى فيها شرح يعني هشرح هزاي بقى تخش. واختصر الرابط وما ذلك. هيبقى فيك فيديوهات كتير طبعا للشرح. عشان الناس. فيبقى تاني انت خضرتك واحد استفدت انك انت لو سجلت. هيبقى في جواز مالية. لو انت عندك ترافق عالي هتبقى اشريك معي في الموقع. ويبقى ليك وضع خاص في المبعد في المشروع. لان انا مش مشروع واحد. احنا ندخلين على مشاريع كتير. ولكن انا مش عايز اخلي حد يدفع مالين من جيبه.